اشتركوا في القناة سوف تجتمع خلال تواجدها في برشلونة مع وزير خارجية اسبانيا لعرض مخرجات وقرارات القمة العربية الاسلامية الاخيرة بالاضافة الى مشاركتها في المائدة الوزارية المستديرة التي ينظمها المنتدى الوزاري للاتحاد من اجل المتوسط والتي تعقد تحت عنوان تطورات الوضع في اسرائيل وفلسطين غزة والمنطقة كما يتوجه وزير خارجية الى نيويورك للمشاركة مع باقي اعضاء اللجنة الوزارية في جلسة الاحاطة الدورية التي عقدها مجلس الامن حول الاوضاع في الشرق الاوسط والتي قررت الرئاسة الصينية لمجلس الامن عقدها على المستوى الوزاري للتعامل مع تطورات الوضع في قطاع غزة وذلك بهدف استعراض الموقف العربي والاسلامي الداعي الى وقف الحرب في القطاع ومطالبة مجلس الامن بتحمل مسئوليته للدفع باتجاه الوقف الشامل لاطلاق النار ووقف الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الانسانية وفي ذات الصياق اشهد مكتب الامم المتحدة لتنصيق الشؤون الانسانية بجهود جمعيتين الهلال الاحمر المصري والفلسطيني في ايصال المساعدات مؤكدا انه بدون هذه الجهود ما كان يمكن تنفيذ اي من عمليات ايصال المساعدات مشيرا الى انه تم ايصال 61 شاحنة مساعدات الى شمال غزة يوم امس وهو اكبر عدد من شاحنات المساعدات منذ السابع من اكتوبر كما اكد مكتب الامم المتحدة انه كلما طال امد الهدنة تمكنت وكالات الايغاثة الانسانية من ارسال المزيد من المساعدات الى قطاع غزة مرحبا بالافراج عن مزيد من الرهائن مجددا الدعوة للافراج الفوري وغير المشروطة عن جميع الرهائن وانه يأمل ان يجلب اطلاق صراح مزيد من المعتقلين الفلسطينيين الطمأنين لعائلتهم واحبائهم نظم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة الغربية لدعم وتأييد السيد عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الانجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية تحت عنوان انزل وشارك مصر الاهم كان ذلك بحضور الالاف من ممثلين الجماعيات القاعدية والقيادات الطبيعية بمحافظات الدلدة وعدد من الشخصيات السياسية والاجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة والمواطنين حيث تم استعراض الانجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية وما تقدم مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم على مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة كما تم حس المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة يأتي ذلك ضمن سلسلة مؤتمرات التحالف الوطني الحاشدة لدعم وتأييد السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة أشادت مؤسسة حياة كريمة بمبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية التي أطلقها منتدى شباب العالم كإحدى فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية للمنتدى والتي تأتي انطلاقا من الدور المحوري الذي يلعب منتدى شباب العالم في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع وهو الدور المعهود لمنتدى شباب العالم والذي يسعى دائما توحيد الجهود الدولية وشبابية في مواجهة التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي وترسيخ القواعد البناء في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم وتقديم الدعم وأحلال السلام في كافة أرجاء العالم وتسمي المؤسسة حياة كريمة مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية لكونها التدمج بين التأثير والدعم الإنسانية والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع وتأتي هذه المبادرة ضمن النسخة الخامسة والاستثنائية من المنتدى والتي تم توجيه عوائد حقوق الرعاية فيها لصالح مبادرات لها أثر مباشر في دعم الشباب والسلام على مستوى العالم شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملة والسفير الكندي لدى القاهرة توقيع عقد البحث بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوروبريشن في ثلاث قطاعات باستثمارات تقدر بحوالي 2.5 مليون دولار وأوضح وزير البترول أن مصر التي تمكنت من تعديل قانون الثروة المعدنية وإصدار لائحته التنفيذية وطرح مزايدات عالمية في إطار القانون المعدل نجحت في جذب استثمارات متنوعة وتعمل على توطين صناعة تعدينية مستدامة بتقنيات حديثة ومعامل متطورة بالشراكة مع كيانات جدة مشيرا إلى أهمية تطوير البنية الأساسية في مصر كعامل جذب استثماري متميز يواجه فريق مودرن فيوتشر في الثالث عصر اليوم على ملعب السلام نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب الأفريقية وهزلق في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية كما يصطدي فريق نادي الزمالك في السادسة مساء اليوم بستاد برج العرب الأسكندرية نظيره فريق أبو سليم الليبية وهزلق في إطار مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية اشتركوا في القناة